مطبخ الأكلات العراقية السلام عليكم معكم الشيف المصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل كنتاك الدجاج على طريقة مطبخ الأكلات العراقية هنا عندي عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة أكل خردل رشة فلفل أسود نصف ملعقة شاي ثوم مطحون ورشة زنجبيل رشة فلفل أبيض واحد ملعقة شاي ريحان مجفف واحد ملعقة شاي أوريغانو نصف ملعقة أكل ملح وهنا أضفت ثلاثة ملعقة أكل زيت الزيتون ونصف ملعقة شاي فلفل أحمر حار هاي المواد كلها رح أخلطها وأتبل بها الدجاج وأنا هذا المقدار مال ست أفخاذ وممكن تزيدون الدجاج وزيدون الخلطة تضعفوها هنا عندي أفخاذ وممكن أنتوا تستعملون دجاجة مقطعات قطعوها وتتبلوها بنفس الطريقة أو تركو مدة أما أربع ساعات أو من الليل للصبح أو ممكن ساعتين أقل شي ساعتين حتى تشرب بهاي الخلطة ويصير طعامها طيب لأن أنا لا أحسلق الدجاج أكو يسلقون الدجاج ويتبلوه ويقلوه بس أنا رح أتركه هنا وبعدين أحضر خلطة الطحين وخلطة البيض وأحضر الفتاة الخبز هنا مثل ما تشوفون ده أتبله زيان وأحركه حتى يشرب من كل الخلطة وراح أغلفه وأتركه بهالصورة هنا رح أحضر خلطة الطحين واحد ملعقة شاي فلفل أسود واحد ملعقة شاي ثوم مطحون ونصف ملعقة شاي فلفل أبيض واحد ملعقة شاي ريحان مجفف هذا واحد ملعقة شاي زنجبيل مطحون واحد ملعقة شاي أوريغانو واحد ملعقة شاي مليح هاي المواد رح أخلطها وأضيف لها أيضا فلفل أحمر حار حسب الرغبة إذا ما تحبون نظيفون هاي المواد راح أخذ نصها أضيفها للدجاج من بعد ما تنقع وقسم منها أضيفها للطحين هنا رشة فلفل أحمر حار وقليل من الروزميري يعني واحد ملعقة شاي تقريبا وهي هم حسب الرغبة الروزميري بس ينطي طعم طيب وعندي هنا واحد كوب دقيق ضفت نصف هاي المواد اللي خلطناها الأبهارات هاي والقسم الثاني راح أتبل بيه أيضا الدجاج اللي نقعنا لأن قريب ما راح أقلي يعني فرح ينطعم كل شي طيب إليه هاي هاي مثل ما قلت لكم أنطيتكم مقادير مال 6 أفخاذ بس أنا مساوية قبلها أيضا تقريبا 6 أو 5 وخلطتهم سوا وراح أضيف من هاي البهارات الها وممكن الزايدون من البهارات اذا عدتكم مثل ما قلت لكم اذا عدتكم هواي دجاج كمية كبيرة يعني وهنا عندي خبز محمص أو يسمو فتاة الخبز أو بقسمات هتو شلون يسموه هو عموما خبز يعني محمصي بالفرن وطاحني هاي المواد أنا هذا الدجاج كل فترة أقلبة مثل ما تشوفوني حتى يتشرب بالبهارات وهنا عندي اثنين حبة بيض راح أضيف لها ثلث كوب أو ربع كوب إذا ما تعرفون الثلث قياسة حليب هذا للبيض خلطة زين وراح أخذ كل فخذ أخليه بالدقيق يعني بالطحين ألوثة شوية وبعدين أخليه بالبيض وبعدين أخليه بالبقسمات بهدو على كيف إلى أن شوية ياخذ طبقة خفيفة من الدقيق وهنا طبقة خفيفة من خليط البيض والحليب وأنا سخنت الزيت زيت غزير بطاوة عميقة سويتها ساخن ومن راح أخلي الدجاج راح أوطي النار على المتوسط حتى يستوي من الداخل الدجاج ودائما ثقبوا الدجاج يعني قطع الدجاج ثقبوها بأي شوكاعدكم أو أي شيء ثقبون به حتى يدخل الزيت بداخل اللحم ويستوي من الداخل هسا مثل ما تشوفون أخلي إلى المقصمات اللي شفتوه أو فتاة الخبز بهالصورة وأرتبه وبعدين أبدأ أقلي بهالصورة كل السهلة يعني ما خليت مقاطع كثيرة بطريقة عمل هذا الشون أغلى في الدجاج لأن سهل وتعرفوه يعني مو صعب هس هاي ثاني مرة هنا شوفوا الزيت غزير جدا بطاوة عميقة وعلى نار عالية بالبداية سخن ووطيت النار على المتوسط أثناء القلي ويأخذ مدة تقريبا نصف ساعة يلا أطلعه وأنا أثقبه شوفوا بهالصورة شوفكم شون ده أثقبه وأتأكد إنه ما بيدم ومستمو من الداخل يلا أطلعه وقدمته مع المايونيز والخردل والكتب وبطاطا المقلية وهذا شكل النهائي جربوه إن شاء الله يعجبكم ألف عافية موسيقى 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 موسيقى